أرحب بكم مشاهدنا من جديد وأسعد صباح كل من التحق بنا الساعة إلى هذا العدد الجديد من البرنامج الصباحي الصباح نيوز على قناة الجزائر الدولية إذن نرحب بكم كما نرحب بي سيهان بن مزيان وجولة في أحوال الطقس سعد الله صباحك سيهان صباحك أسعد أمان وكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية كما جرت العادة؟ البداية بالجزائر وبالنشرية الخاصة التي أصدرها الدوان الوطني للأرصاد الجوية الذي حذر فيها من نشاط لافت للرياح على أجزاء واسعة من المناطق الشمالية وبعض الولايات الجنوبية حيث تتخطى شمالا حاجزة 90 كم في الساعة بينما تتعدى 100 كم في الساعة محليا لتترافق مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية طيلة اليوم الثلاثة فيما عد ذلك حالة من إسقرية جوية تؤثر على أجزاء واسعة من القارتي الإفريقية مع درجات حارة تلامس أو تكون دائما فصية وتلسجل في حدود 50 و30 مئة ويابي يوندي تكون عشرينية بمدغشقر وجوهانسبورك 27 متوقع بنايروبي مع بعض السخة من الأمطار أجواء ماطرة بغزارة متوقع بالعيون العاصمة الرباط وأيضا العاصمة الجزائر مع أجواء غير مستقرة على السواحل الشمالية للقارتي الإفريقية أجواء ماطرة بغزارة متوقع بالعاصمة الفرنسية باريس لتكون الأمطار أقل حدة بالعاصمة لندن لتتفرق الغيوم المنخفضة على أجزاء واسعة من القارتي الأوروبية ودرجات حرارة دون العشرين مئوية واحتمالية تساقط الأمطار التي تبقى دائما قائمة بينما تشهد العاصمة موسكو أجواء غير مستقرة مع عطل للثلوج أجواء مشمسة عموما على أجزاء واسعة من شبل جزيرة العربية وبلادية الشام مع درجات حرارة عشرينية بدبي الدوحة مسقطة وأيضا بالرياضة السعودية تتفرق الغيوم المنخفضة جنوب القارتي الأسيوية بتوكيو بنكوك جاكرة واكولا لنبور مع احتمالية تساقط الأمطار بينما تصطع الشمس في الأثناء على نيو ديلي مع تخطي درجات الحرارة حاجز الأربعين درجة مئوية تتفرق الغيوم الماطرة على السيدني مع عشرين مئوية لتبقى درجات الحرارة عشرينية بكل من أوكلندا ومالبورن حالة من إسقرية جوية تؤثر على أمريكا الشمالية بينما تبقى درجات الحرارة شتوية بامتياز على منطقة البحيرة العظمى وعديد المدن الكندية لترتفع جنوبا إلى منتصف مستوياتها العشرينية مع سطوع الشمس بميامي أجوء ماطرة بغزارة متوقعة ببوغوتا مع سبع عشر مئوية وإذن ببونس آيروس تتفرق الغيوم المنخفضة على كل من سو بولوليما وكاركس مع درجات حرارة من أوائل إلى أواخر مستوياتها العشرينية نهاية النشرة الجوية وعلى عودة إلى أمال سيهام هذه الدرجات الحرارة هل هي فصلية أم هناك ارتفاع في درجة الحرارة في العالم في الحق أمال لكل قرى خصوصيتها المناخية كل قرى وأيضا تبعات التغيرات المناخية التي أثرت عليها بشكل كبير ترتفع درجة الحرارة مؤخرا في كثير من الأحيان وتكون دائما غير احتيادية في مثل هذا الوقت من العام لكن عموما خلال هذه الفترة درجة الحرارة احتيادية باستثناء كلورادو التي تشهد منذ السبت الماضي حرائق كبيرة حيث تلقى أكثر من 19 ألف شخص أوامر بإخلاء منازلهم جراء حرائق كبيرة تم احتواء الحرارة بنسبة 21% بحسب السلطات المحلية لكن منطقة كلورادو شهدت خلال الشتاء الماضي وخلال شهر ديسمبر بالتحديد حرائق مدمرة أتت على مدن بأكملها وعموما تشهد هذه المنطقة خلال العقد الأخير حرائق متواطرة ومدمرة بسبب الارتفاع الكبير في درجة الحرارة بسبب تبعات التغيرات المناخية وأيضا ظاهرة الاحتباس الحراري تجدر الإشارة كذلك أن كلورادو تنتمي إلى؟ تنتمي إلى منطقة حرارة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا كاليفونيا هي الأخرى تشهد حرائق كبيرة خلال العقد الأخير من الزمن ومعروفة كذلك بغطائها النبات الكتيف نعم وهذا هو المشكل الأمري أن الحرائق تأتي على نسبة كبيرة من الأراضي الغابية التي تعتبر رئة العالم وللغابة دور كبير في الحفاظ على البيئة وأيضا في تجديد الأكسيجان كذلك تجديد الأكسيجان بالطبع شكرا جزيلا لك سيهام برمزيان على هذه الجولة في أحوال الطاقس نلقاك غدا بحول الله يسعدني لقائكم